اشتما جديد الأسبوع القادم في التظاهرات والأحداث اللي نظمها المجتمع المدني بدأت ترجع بارش اخطر ان شفت هولي فما في سيتم تاج عميتي فما 6 اذن مونيت وانا اخترت منهم زوز فستيفال نويت احتفالا بـ 17 سنة المنصة نويت عندها 17 سنة طنش نويت تنظم الجمعية جمعية نويت اللي عندها سيت نويت اللي عندها سيت نويت اللي فيها المقالات الاستقصائية والتقارير الاستقصائية هي في الاساس بدأت سيت ومبعض ولات جمعية الجمعية منظمة احتف سلسلة من الانشطة بين 2 و 4 افرين فما معارض فما نقاشات شد عندك صحافة الكارتون في تونس التهميش والوصم في الاعلام وبشيكون فما زيدا عروض افليم وفما خاصة حفل موسيقي مصغر في السيطوات الموجودة توا البديعة بحريزي بش تكون زيدا حاضرة بش تعمل حفلة صغرونة نهار مبين 2 و 4 افريل تنجموا تدخلوا تشوفوا على موقع والا على الباش فيسبوك نويت تلقوا فيها ليفن مو هذيه الدردشة اللي هي سلسلة من النقاشات والدباع هذي الدردشة العاشرة الدردشة بش تحكي على الاحتجاجات الشعبية الانتفاضات في العالم العربي النتائج والافيق نهار 31 مارس مع الخمسة ونوص سمتال عشية فما بش نحكيه على امال الربيع العربي في التغيير هل وقدت؟ وقالا لا ما؟ ما اقول ما اقول ونعرفوا انه مثلا العالم العربي عاش ثورات ولا احتجاجات في تونس مصر ليبيا السودان اليمن الاردن لبنان والجزائر والمغرب يعني ذهل يشتر الدول العربية عاشت احتجاجات شعبية وانتفاضات من من 2011 الى 2021 يعني 10 سنين مش نخرجوا باهم الاستنتاجات اللي يمكن استغلالها اللي لحظناها في الانتفاضات الشعبية هذية وشنين التحديات اللي يتواجه مختلف الدول اللي عاشت الاحتجاجات باشكالها الثورة الحراكة الانتفاضات وفما زاد نقاش حول الافاق المستقبلية وهل نحن نعيش اليوم الشتاء العربي بعد ما كنا نحكيه في اول الحسة انه فما تقهقر لحقوق الانسان في تونس وما بالك بدول كما مصر والسوريا واليمن اللي ما زال تعيش ضغط من حكوماتها لوقت ما تبقى من الثورة بشكون حاضر كامل الحبيب من المغرب مهر حنين من تونس كاهنا راد جالة من الجزائر وكريم سالم من مصر هذوما الكل تنجموا تتبعهم في ويبينار نهار 31 مارس الخمسة مطالع عشية على دردشة اللي هي تابعة IDD ريزو اللي موجود في فرنسا وفي بوكسيل بشكون الحديث حول الاحتجاجات الشعبية الانتفاضات في الربيع العربي في العالم العربي النتائج والأفاق يعني كالصحة علي راهو حاجة تحفونا برشا وقت اللي نشاركو في مثل الملتقى يتذي ولا الويبينار هذوم عليش على خاطر نسمع حاجات ممكن احنا ما نعرفهم مش هتقول لي يمكن احتجاجات نعرفهم من احتجاجات كل يوم في تونس وكل يوم نشوفوا فهم ولكن تسمع الناس في تحليله وفي خطابها وفي رؤيتها للأشياء راهي رؤية مغايرة ذاك عليش نشوفوا رؤية الناس الأخرين كيفاش تخموك كيفاش تفكر كيفاش تقفتهم في الاحتجاج لأنه احنا احنا ايضا مختلفين وعنا طرقنا الخاصة وابتدعنا في العشر سنين نظومة طرق يعني ما هو جيد وما هو غير جيد ولكن على الأقل وفقنا في الطرق الاحتجاجية في الأغلبية متاحة قبل ما نجي لجمعية البديل سليم بن صافيا نحب رقم من المجتمع مدني حكينا عليها عليها قنايا قبيليك خمسة وعشرين فاش تماثل الرقم هذا خمسة وعشرين اي واتش لجمعية اي واتش ارغانيزيشن طالبين خمسة وعشرين ملاحظ وراسد لخمسة وعشرين مركز تلقيح اللي وضعتهم الدولة التونسية وزارة الصحة والهيئة الوطنية لمجابعة مرض كورونا عنا خمسة وعشرين بلاسة بش يتم فيها التلقيح للمواطنين التونسيين اي واتش طالبة خمسة وعشرين ملاحظ بش يكون موجود غاديك بش يشوف بش يعمل تحيين يومي فيما يتعلق بعدد المنتفعين بالتلقيح وبش يشوف كان فما اخلالات ولا كان فما اي تجاوزات يرصدها ويتم الاعلام من بعد على اللي هو تلقوا فيه برشة مواطيات تلقوا فيه عدد المنتفعين بالفاكسين اللي هوم ثين وثلاثين الف وعشرين شخص ملاحظ وتنجموا تشوف وزيدا قديش عنا تونس قديش فيها من تلقيح وقديش مزالوا تلقيح على ذمة المواطنين وفما كل يوم كونترار وبور بش نشوف زيدا فما المراكز التلقيح قديش بالتلقيح بش لا تلقيح على مين وعلي صحيح هاو كمش في الانتخابات والاستحقاقات السياسية والانتخابية هاو كمش موجود في كل المراحل حتى في الشأن أيضا الصحي هكذا وعلي والله كنجي ونشوف العمل المتاع المجتمع المدني من نجم نوصف انه هو دولة وسط الدولة شمعنيها دولة وسط الدولة انه فما عمل المتاع الحكومة ومقابلها فما عمل المتاع المجتمع مدني جبار وجبار جدا الى اليوم للأسف ما فماش اعتزاز ولا ما فماش تثمين العمل من الجه المقابلة للمجتمع المدني نحن نثمرون اعتراف بدور الكبير اللي قاعد نحن معترفين بدور الحكومة كي تعمل حاجات بها اما هما ما زالوا ما يغزرون الناش كشريك فعل لا هيك الحكومة مسيب برشا حاجات المجتمع مدني مستقيلة من بعض ادوارها ومسيب ادوار اخرين المجتمع مدني وانا لي قلقني برشا انه الحكومة والدولة نحكي كدولة تسيب ادوارها الى المنظمات الدولية تخلي المنظمات الدولية هي اللي تقوم بدور الدولة هذا كان نقاش اخر تنهار اخر نحل عليه الكتاب مانيش موافق برشا على خاطر المنظمات الدولية كما المجتمع المدني التونسي يخدم لمعاذدة مجهودات الدولة وقت لتولي المنظمة الدولية هي اللي تعطي الكارتة ولا تعطي مثلا نحكي في اللوجوء مثلا نحكي في اللوجوء اليوان هاي السيار المفاوضية السامية لشؤون اللاجئين تعطي هي الى حد الان في بطاقة اللاجئ اللي هي نورمالمون الدولة هي تعطي بطاقة اللاجئ وتعطي بطاقة طالب اللوجوء شوف النقاش كبير برشا في المجال هذا وكننا ترك نالوا شوية في حلقة سابقة مانيش ندخل فيه تفاصيل على اللاجئين وكل اما ما لازمش الدولة تستقيل من عملها لحتى منظمة كالكو سواء وطنية ولا عالمية وهو كذلك سليم بن صافي رئيس جمعية البديل